أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة العاشرة من قوافل ستر وعفية لأهالي قرى طويرات ودندرة بمحافظة قنة وذلك بمشاركة أكثر من 15 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم الخدمات لأكثر من 20 ألف مستفيد تأتي قوافل ستر وعفية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لدعم الأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية